اشتركوا في القناة وستواصل المملكة جهودها بعزم أبنائها المخلصين كافة للتصدي للفيروس نثمن بكل فخر تقدير صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه الفريق للفرغ الطبية والكوادر الصحية في خطابه السامي لدى تراؤسه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع نعاهدك يا جلالة الملك نعاهد جلالته على استمرار الجهود وتقديم كل ما يلزم للتصدي للفيروس كورونا مملكة البحرين تسلحت بوعي المجتمع تتابع الإشادات الدولية على ما يتم من جهود وطنية مخلصة دليل على صحة النهج الذي نتبعه في التعامل مع الفيروس وإشادت الدكتور تدروس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بدور مملكة البحرين في مواجهة الجائحة حافز على المواصلة بعزم فيما يخص نسبة المتعافين من إجمال الحالات القائمة فقد بلغت 83.85% من الحالات القائمة وهذه الحمد لله نسبة عالية بالنسبة للتعافي من الحالات القائمة في حين بلغت نسبة الوفيات فاصلة 32% من الحالات القائمة ونجدها طول هذه الفترة الحمد لله كنسبة ما كانت الحمد لله في تزايد كلما تزيد عدد الحالات القائمة أو زيادة العدد العام بالنسبة للحالات المصابة نجد الوفيات تتوافق معها وإن شاء الله يا ربي بالعكس هذه الأمور تتحسن حتى هذه النسبة تصبح أحسن